إذن لدينا السؤال التالي كريم يريد أن يعمل ثلاث رفوف لأبيه لديه قطعة من الخشب طولها 12 قدم ويريد أن يكون الرف العلوي أقصر بنصف قدم من الرف الأوسط دعوني أقرأ ذلك هو يريد أن يكون الرف العلوي أقصر بنصف قدم من الرف الأوسط إذن دعونا نقرأ كل المسألة في البداية والرف السفلي بأن يكون أقصر بنصف قدم من ضعفي طول الرف العلوي دعوني أكمل القراءة الرف السفلي سيكون أقصر بنصف قدم من ضعفي الرف العلوي كم سيكون طول كل رف إذا استخدم كل 12 قدم من الخشب إذن دعونا نعرف بعض المتغيرات للرفوف المختلفة لأن ذلك هو ما علينا فعله لدينا الرف العلوي والرف الأوسط والرف السفلي لنقل أن T تساوي طول الرف العلوي length of top shelf ودعونا نجعل M تساوي طول الرف الأوسط M تساوي طول الرف الأوسط طول الرف الأوسط length of middle shelf حيث M ترمز إلى middle ولنجعل B تساوي طول الرف السفلي طول الرف السفلي طول الرف السفلي length of bottom shelf لنرى ماذا تخبرون هذه العبارات المختلفة إذن في العبارة الأولى هو يريد الرف العلوي يريد الرف العلوي أن يكون أقصر بنصف قدم من الرف الأوسط إذن يريد طول الرف العلوي الرف العلوي أن يكون يساوي نصف قدم أقصر من الرف الأوسط فإذا كنا نستخدم القدم كوحدة قياس هذا سيكون طول الرف الأوسط بالقدم ناقص نصف ناقص نصف قدم هذا ما تخبرنا به تلك العبارة الرف العلوي يجب أن يكون أقصر بنصف قدم من طول الرف الأوسط الآن ماذا تخبرنا العبارة التالية الرف الأوسط يجب أن يكون الرف الأوسط يجب أن يكون أقصر بنصف قدم من إنه أقصر بنصف قدم أقصر بنصف قدم من ضعفة الرف العلوي إذن هو أقصر بنصف قدم من ضعفة طول الرف العلوي إذن هذه هي العبارتان مترجمتان إلى معادلة متساوية الرف العلوي يجب أن يكون طول الرف الأوسط ناقص نصف إنه أقصر من الرف الأوسط بنصف قدم والرف السفلي يجب أن يكون أقصر بنصف قدم من ضعفة طول الرف العلوي إذن كيف نحل هذا؟ حسناً لا يمكنك حلها فقط باستخدام هذه القيود ولكنهم أعطونا معلومات أخرى لقد أخبرونا كم سيكون طول كل رفو إذا استخدم كل الاثنى عشر قدم من الخشب بالتالي طول كل الرفوف يجب أن يكون مجموعها اثنى عشر قدم فهو يستخدم كل ما لديه بالتالي T زائد M زائد B يجب أن تساوي اثنى عشر قدم هذا هو طول كل منهم فهو يستخدم كل الاثنى عشر قدم من الخشب بالتالي مجموع الأطوال يساوي اثنى عشر ماذا نستطيع أن نفعل هنا؟ حسناً يمكننا أن نحصل على كل شيء هنا بدلالة متغير واحد وربما نعملها بدلالة M ثم نعوض ونحن لدينا فعلياً T بدلالة M لدينا T بدلالة M أو يمكننا أن نجد T ويمكننا أن نعوضها بM ناقص نصف ولكن هنا لدينا B بدلالة T إذا كيف نضع هذا بدلالة M؟ حسناً نحن نعلم أن T تساوي M ناقص نصف بالتالي حيث نجد T دعونا نعوضها بكل هذا الشيء هنا وهو ما تساوي T بالتالي يمكننا أن نعيد كتابة هذه المعادلة الزرقاء كطول الرف السفلي يساوي اثنان ضرب طول الرف العلوي T ولكننا نعلم أن T تساوي M ناقص نصف إذن M ناقص نصف ناقص نصف وإذا أردنا أن نبسط ذلك أكثر قليلاً هذا سيكون أن الرف الأوسط الرف الأوسط يساوي لنوزع الاثنان حيث اثنان ضرب M يساوي اثنان M وإثنان ضرب سالب نصف يساوي سالب واحد ثم ناقص نصف آخر أو يمكننا أن نكتبها بأن B تساوي اثنان M حيث واحد هو عبارة عن نصفين فناقص نصف آخر يساوي سالب ثلاثة أنصف فقط هكذا بالتالي الآن لدينا كل شيء بدلالة M ويمكننا أن نعوض فيها إذن الرف العلوي بدلاً من T هناك سوف نعوض M ناقص نصف إذن نضع M ناقص نصف زائد طول الرف الأوسط زائد طول الرف الأوسط زائد طول الرف السفلي ولقد وضعنا ذلك بدلالة M وهذا ما قد عملناه هنا هذا هو طول الرف السفلي بدلالة M فبدلاً من كتابة B هناك يمكننا أن نكتب إثنان M ناقص ثلاثة أنصف إذن زائد إثنان M ناقص ثلاثة أنصف يساوي إثنان عشر كل ما عملناه هو أننا نعوضنا مكان T لقد كتبنا T بدلالة M ثم كتبنا B بدلالة M الآن نضعونا نجمع حدود M والحدود ثابتة إذن لدينا M واحدة هنا ولدينا M أخرى هنا ثم لدينا هناك إثنان M وكلهم مجهبة بالتالي واحد زائد واحد زائد إثنان يساوي أربعة M إذن لدينا أربعة M ثم ماذا عن الحدود الثابتة لدينا سالب نصف ثم لدينا سالب ثلاثة أنصف بالتالي سالب نصف ناقص ثلاثة أنصف هذا يساوي سالب أربع أنصف أو سالب إثنان بالتالي لدينا أربعة M ناقص إثنان بالطبع هذا سوف يساوي إثنان عشر الآن سوف نعزل المتغير M على أحد أطراف هذه المعادلة فلنضف إثنان إلى كلا الطرفين حتى نتخلص من هذه الإثنان على الطرف الأيسر فإذا أضفنا إثنين إلى طرفي هذه المعادلة على الطرف الأيسر يتبقى لدينا أربع M وهذا الرقمان يلغيها معظيم البعض وتساوي أربعة عشر الآن نقسم الطرفين على أربعة نقسم الطرفين على أربعة فنحصل على أن M تساوي أربعة عشر على أربعة أو يمكننا أن نسمي ذلك سبعة أنصف قدم لأننا نتعامل مع القدم إذن قد أوجدنا حل M ولكن بقي أن نجد حل T و B إذن لنعمل على ذلك دعونا نجد حل T T تساوي M ناقص نصف بالتالي تساوي M وهي سبعة أنصف ناقص نصف وهذا يساوي ست أنصف أو ثلاثة أقدام كل شيء هنا بالقدم لذلك نعلم أنها قدم هنا بالتالي الرف العلوي هو ثلاثة أقدام الرف الأوسط هو سبعة أنصف قدم وهو نفس ثلاثة أقدام ونصف القدم ثم الرف السفلي وهو إثنان ضرب الرف العلوي ناقص نصف فماذا سوف يساوي ذلك؟ هذا سوف يساوي إثنان ضرب ثلاثة أقدام وهذا هو طول الرف العلوي ناقص نصف ويساوي ستة ناقص نصف أو خمسة أقدام ونصف إذن خمسة أقدام ونصف ولقد انتهينا ويمكنك التحقق من أن مجموعة أطوال هذه يساوي 12 حيث أن خمسة ونصف زائل ثلاثة ونصف يساوي تسعة زائل ثلاثة يساوي 12 قدم وهذا يحقق كل القيود الأخرى أيضا فالرف العلوي أقصر بنصف قدم من الرف الأوسط والرف السفلي أقصر بنصف قدم من ضعفة طول الرف العلوي وانتهينا أهينا